الإنسان الذي لا يعرف الحب لا يعرف أن يعيش ومن يعرف الحب يفهم الحياة الخدمة أو المساعدة ودي لغة جميلة قوي وتعني أن الإنسان يقدم خدمة للآخر دون طلب من غير ما يطلب ودي المعنى بتاع أنها لغة حب تعالى أرى لك مشهد لطيف من مشاهد برضو قبل الصليب في إنجيل معلمنا يوحن الإصحاح 13 قام عن العشاء وخلع سيابه وأخذ منشفة واقتزر بها ثم صب ماء في مخسل وابتدأ يخسل أرجل التلاميذ ويمسح بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها ويكمل لكم سورة المشهد من إنجيل معلمنا متة في صح 20 يقول كده فدعهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادمة ربط بين العظمة والخدمة ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا تعبير قوي جدا إن كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثير الخدمة تعني محبة العطاء محبة العطاء وهذا العطاء من القلب لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وهنا الصورة الجميلة إن الإنسان يتقدم للخدمة أو المساعدة أو المساندة دون طلب من الآخر هو بقدمها حبا يعني أحيانا مثلا في البيت الواحد الزوج يقوم بخدمة معينة معتادة الزوجة تعملها هو يقوم بيها من غير ما تطلب هي وهو بيعمل حكاة دي حبا مثلا كانت تعبانة كانت مرهقة كانت مجغولة أي سبب حاجة لها معنى كبير خالص طيب هي معتادة تعمل حاجة يشربوها وما الاتنين فيهم قال لها لا أعود أنت وأنا اللي هعمل الحاجة دي وأنا اللي أقدمها لها معنى كبير خالص 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 الخدمة على المستوى الأسري على المستوى الاجتماعي عارفين طبعا في المجتمعات فيه الهيئات الخيرية والجامعات الخيرية والهيئات غير الهدفة للربح الان جي او وكل دي وسائل لتقديم خدمة سواء على المستوى الفردي أو المستوى المستوى الاجتماعي أو المجتمعي بيقدمها حبا خالصا لله لما بنعمل بوكسات الطعام ويشترك فيها الشباب والشبات أو الأطفال حتى ويقولك أنت بتعمل إيه؟ يقول أنا بعمل بوكس الطعام يمكن يفرح إنسان يمكن يسعد إنسان ممكن يروي ويقدم طعام لإنسان محتاج طعام لإنسان محتاج من الإنسان ده؟ أنا معرفوش بالإسم لكن أعرفو من خلال الحب أنه إنسان وزي المشروعات اللي بنشوفها في بلادنا الجميلة زي مشروعات حياة كريمة مشروع من أجل خدمة الآخر مشروعات تقديم الطعام للمحتاجين للأشخاص اللي ظروفهم الاقتصادية ظروف ضعيفة كل دي وسائل من التكافل وإعلان الحب لأن إعلموا الإنسان الذي لا يعرف الحب لا يعرف أن يعيش ومن يعرف الحب يفهم الحياة يفهم حياته كإنسان وأحيانا يلاقي إن الحب يتدفق حتى في الحيوانات البسيطة بنسمى عن وفاء الكلب الكلب اللي هو حيوان بسيط إزاي بيكون وفي لصحبه بصورة أحيان مزهلة إنسانية اللغة ده هي لغة تقديم الخدمة دون أن يطلب الآخر وهي لغة لتعبير المحبة وهي لغة في استطاعة كل إنسان مهما يكون بسيط يقدر أن يقدم هذا العمل ترجمة نانسي قنقر